للتأثير على الرياضي لكن الالف وخمسمائة متر سباق رائع وممتع بإمكان أي رياضي أن يمتعك في هذا السباق الكوكبة طبعا واحدة إلا عواد زهير من البحرين من موليد الف وتسعمية وتسعة وثمانين تلقى الفارق أصبح تقريبا عشرة أمتار منذ البداية يحاول الذهاب وحيدا شجاعات الجمهور الجزائري الحاضر هنا عواد على الصورة حتى الآن توجد الجزائريين في الكوكبة المراتب الأولى لكن عواد يبقى وحيدا من المجموع كنتار سليم نذكر الجزائري الصاحب الرقم 33 دقيق 33 بعدما كان 33 وقبلها 33 حطم الرقم القياسي على مرتين نزل حتى 33 أما الجزائر الأخر رخليلي عبد الرزاق فهو رقم 37 مازال زيد في السرعة زيد في السرعة البحريني دورة الأخيرة الدورة الأخيرة والجزائر حاضرة لحد الآن في الميداليات في هذا السباق عواد زهير منذ البداية وهو يقود دورة السباق نازم هنا السرعة القوية في الميتين متر الأخيرة المنعرج التنافس مغرم بجزائري من أجل المركز الثاني لملاق المركز الأول لملاق المركز الأول السرعة عواد يتخلف نوعا ما لكن الميت متر ستكون حاسمة في هذه اللحظات الأخيرة البحريني عواد زهير يتراجع نوعا ما السرعة الأخيرة السرعة الأخيرة يأتي من راحت الميدالية راحت الميدالية راحت الميدالية عن الجزائر والمغربي في اللحظات الأخيرة يفوز بالسباق المغربي صديقي عبداللطيف من المغرب يفوز بالمرتبة الأولى 3-37-56 وقت نوعا ما متوسط كان بإمكان كدار سليم المغرب المغرب المترجمات شكرا